موسيقى لحدا لما يتحمر كده قدامنا طول عمر اللسان عصفور بنعمله شربة 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 لكن النهاردة هنعمله طاجن شلت لسان عصفور على جنب في نفس الطاصة برضو حطيت زيت نباتي وهحمر الكبد والأوانس ممكن نعملها بقطع الفراخ ممكن نعملها باللحمة المفرومة ممكن نعمل طاجن لسان عصفور بالطماطم السادة حطيت قرفة حطيت ملح وحطيت فلفل اسود على الكبد والأوانس بزيت نباتي ما حطيتش مية وهفضل قلب فيهم لحدا لما يتشوحوا شوية بحيث ياخدوا نص سوا أو تلتة ربع سوا حط الخضار بصل توم جزر فلفل الفلفل بيدي طعم حالو البصل والتوم طبعا أساسي في أكلتنا وهحط عليهم اللسان عصفور المحمر هقلبهم مع بعض شوية ياخدوا التوابل من بعض وهحط عليهم عصير طماطم حط عليهم شوية مية لانا شفتهم دراي شوية حطيت بابركة حطيت زعتر وهقلب مع بعض وهسيبه يستوي شوية ده فلفل وحطيت معها خضرة كسبرة هسيبه يستوي شوية على البوتاجاز هسيبه يستوي نص سوا اللسان عصفور وبعد كده هحطه في الطاجن زي ما انتم شايفين أو الصينية أي وعاء انتم عايزينه علشان يدخلوا الفرن بس وانا هو في الفرن هحطله شوية مية برضو يعني نص كباية مية حيث برضو لقيته ناشف شوية فهحطله شوية مية بعد ساعة لربع بعد لما تشرب المية بتاعته وأنا دقته لقيت اللسان عصفور استوي ده كان شكله شايفين يا جماعة مفرول كده ومفتفت وقصدي الوحدة بوحدتها مفلفل اللسان عصفور مش معجن مش ناي مستوي لما بتاخدي المعلقة بتاخديها بالخضر وبالكبد وبالقوانص يعني أكل حلوة في العزومات أكل حلوة في رمضان أكل حلوة تحطيها على صفرتك قدام ضيوفك للشباب اللي عايزين يأكلوا أكل حلوة من إيديهم طالما أنتوا تعبنين فيها أكيد هتكون حلوة يا شباب البنات اللي بيدخلوا المطبخ جديد العرائس الجداد أضمن لكم تكلوا أكلة حلوة ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك للفيديو ودوسوا على جرس الإشعارات ستتوصل لكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر